موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخضار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية وكل عام وأنتم بخير خادم الحرمين الشريفين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك ويؤكد تكاتف جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة جموع المصلين في أنحاء المملكة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بسم الله الرحمن الرحيم هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلبان بن عبد العزيز آل سعود المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقال عبر حسابه في تويتر نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجا مبرورا وأن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعبا لراحة ضيوف الرحمن داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام وكل عام وأنتم بخير تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالات هاتفية من كل من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأوه فيها بحلول عيد الأضحى المبارك وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لهم على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة سائلنا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات كما تلقى خادم الحرمين الشريفين البلك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رعاهم الله برقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة وبالمزيد من الأمن والاستقرار بدأت جمع ضيوف الرحمن فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر ميناء برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات وشهدت حركة ضيوف الرحمن سيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة فيما اتسمت الطرق في مشعر ميناء إجمالا بالمرونة في الحركة المرونية للسيارات وتنقل الحجيج تسخير جميع الإمكانات نعم كان ضيوف الرحمن توجه اليوم أفواجا إلى بيت الله الحرام مهللين ومكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج ثم قضاءهم الليل في مشعر مزدرفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بميناء وهم ينعمون بالراحة والإطمئنان وقام رجال الأمن بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام الذي يطوفوا طواف الإفاضة وسخرت إدارات رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرامي وساحاته هذا وكان المصلون قد أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرامي وفي المسجد النبوي وفي مختلف أنحاء المملكة وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل ففي مكة المكرمة أما جموع المصلين في المسجد الحرام فضيلة إمامي وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم وأوصى فضيلته حجاج بيت الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وقال فضيلته إن عيد الأضحى المبارك عيد تعلو فيه التكبيرات وترمى فيه الجمرات وتراق فيه دماء الأضحيات وهو يوم النحر ويوم الحج الأكبر الذي صدح فيه بالتوحيد الخالص لله وإبطال كل ما يخدشه من شرك وجاهلية وظلال أما في المدينة المنورة فقد أدى جموع المصلين صلاة العيد في المسجد النبوي الشريف يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وأما المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبد البارث بيتي متحدثا عن القيم وأثرها في نجاح وفلاح واستقامة المجتمعات وفي الرياضة أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى في جامع الإمام تركي بن عبد الله وقد أمى المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبد الله آل الشيخ متحدثا عن يوم النحر والفضل العظيم الذي يشمل عباد الله الذين يتقربون فيه بإضاحيهم إلى الله جل في علاه ودعا إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن والعمل على الطاعة واجتناب المنهي عنه نوها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بما تقوم به جميع القطاعات الأمنية والجهات المعنية من جهود لخدمة الحجاج والمشاركين في موسم حج هذا العام وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وكان سمو وزير الداخلية قد تفقد يوم أمس قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أبن حج هذا العام وذلك في زيارة قام بها لمقر القوات بمكة المكرمة ووقف سموه على استعدادات القوات وجاهزيتها والتقى بقيادتها وكبال ضباطها المشاركين في مهمة الحج من جانبه أكد قائد قوة الأمن الخاصة الفريق مفلح الاعتابي جاهزية قوات الأمن الخاصة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للمشاركة مع زملائهم بالجهات الأمنية للحفاظ على أمن وراحة ضيوف الرحمن أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالية أعداد الحجاج لهذا العام بلغ مليونين وأربعمائة وتسعة وثمانين ألف وأربعمائة وستة حاج منهم مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعة وعشرون حاجا من خارج المملكة فيما بلغ عدد حجاج الداخل ستمائة وأربعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين حاجا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته سبعة وستون في البيئة وبمقارنة إجمالية أعداد الحجاج لهذا العام ألف وأربعمائة وأربعين من الهجرة بأعداد حجاج العام الماضي ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين من الهجرة يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع مئة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة وواحدا وثلاثين حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين من الحجرة مليونين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفا وستمائة وخمسة وسبعين حاجا يواصل قطار المشاعر المقدسة نجاحاته في نقل الحجاج حيث يستمر طيلة أيام التشريق وبشكل متواصل على مدار الساعة عبر 12 قطارا من محطاتها المزيد في هذا التقرير من غرفة القيادة المركزية للقطار نتابع انطلقت اليوم أولى الرحلات في قطار المشاعر المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام والنفرة إلى مزدلفة عند مغيب شمس يوم عرفة وبهذا يواصل قطار المشاعر المقدسة نجاحاته في نقل الحجاج بانسيابية عالية نحمد الله ونشكره حاليا نمر على نقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة مرورا هذا اللي يعتبر اليوم الثالث من أيام الحج نحمد الله الحركة انسيابية جدا جدا حدفنا إن شاء الله ننقل 375 ألف حاج حققنا أرقام جدا كويسة لحد الوقت هذا وإن شاء الله نتمح من الله المزيد في الوقت القادم إن شاء الله مركز التشغيل والتحكم بقطار المشاعر المقدسة يتم من خلاله مراقبة جميع القطارات بأحدث الأنظمة الموجودة لدينا ومن خلال مراقبة حركة وانسيابية القطارات ومن خلال كاميرات المراقبة يتم مراقبة جميع المحطات على امتدار مشاعر المقدسة يوجد لدينا أكثر من 1200 كاميرا وبعضها نستطيع تحكم بها بدرجة 360 درجة من خلالها نتابع انسيابية وحركة الحشود والدخول والتفويج إلى قطار مشاعر المقدسة يأتي هذا المشروع كأحد المشاريع التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن في منظومة تجسد اهتمام المملكة بالحرمين الشريفين تقدم مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون مع وزارة الحج والعمر مبادرة مسك المشاعر ضمن برنامج كن عون حيث قدمت المبادرة 465 متطوعة ومتطوعة يقومون بخدمة حجاج بيت الله الحرام مسك المشاعر والذي تقدمه مؤسسة مسك الخيرية لـ 4065 متطوع ومتطوعة بمن برنامج كن عون من خلال عدد من الجلسات التفاعلية أولا نحن تلقينا إعلان ورشة العمل أو التطوع بالحج من خلال حساب مسك المشاعر طبعا قيمة ورشة العمل كانت جدا مثرية ورشة العمل كانت تتكلم عن كيف نخطف ضيوف الرحمن كيف العمل التطوعي كيف نكسب المهارات العمل التطوعي الورشة كانت جدا مثرية تعلمنا فيها الكثير تعلمنا كيف نعمل بروح الفريق الواحد بإذن الله راح يكون فيه نزول ميداني لنا وبطريقة غير مباشرة نحن نقدم الحجاج من خلال أنه في حال قدمة لهم خدمات يجب أن تكون هذه الخدمات مبنية على أسس وعلى احتياجات فنحن لا نستطيع تحديد هذه الاحتياجات إلا من خلال الدراسة وإجراء الأبحاث يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة المتطوعين في موسم الحج لهذا العام لخدمة ضيوف الرحمن عرضت لنا مسك المشاعر بعض الحالات التي سوف نواجهها أثناء المشاعر ربما نواجهها أثناء المشاعر أو غير ذلك أنا في مجال الصحي ربما نواجه حالات طارية للحاج لا سمح الله يسعى مركز المبادرات بمسك الخيرية من خلال هذا البرنامج إلى رفع مستوى آداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس إيجابيا على ضيوف الرحمن خاد التميمي المشاعر المقدسة وللحديث أكثر عن أوضاع ضيوف الرحمن ينضم معنا مباشرة من بنا مراسل السعودية زميل عبدالله الراشد مرحبا بك عبدالله وأنت تشاهد ضيوف الرحمن وهم يؤدون نسك الرمي في الجمرة الكبرى صف لنا ذلك وكيف هي حركة الحجيج وقبل ذلك كل عام وتبخير كل عام وتبخير أسامة نعم فعلا نسك رمي الجمرة العقبة تمت بشكل إنسيابي وبسيط نتحدث عنها أكثر من مليونين واربعمائة ألف حاجة من الداخل والخارج قاموا بهذا النسك بسلاسة وبيسر وسهولة حقيقة مثل ما تشاهد خلفي أسامة والأستاذ المشاهدين أيضا بقي العدد القليل جدا من بعض الحجاج لإتمام نسكم والتحلل الأصغر من الإحرام الأجواء هنا بشكل عام أيضا أسامة أجواء لطيفة بعض من نسمات الهواء التي ترطب الأجواء قليلا على الحجاج من حرارة الشمس أيضا مرشات المياه المتوفرة في منشأة جسر الجمرات بالإضافة إلى الجهود الحثيثة والقوية والكثيفة من قطاعات الأمن والقطاعات المساندة لتسيير عمليات التفويج والخطط التفويجية بالتعاون مع مراكز وبيوت الطوافة التي ساندت وساعدت بشكل ممتاز على إتمام عملية التفويج اليوم في يوم العيد بشكل ممتاز وميسر أيضا إذا ما تحدثنا أسامة عن الأجواء هنا في مشعر منها هناك تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد باحتمالية هطول أمطار متوسط غير غزيرة بوجود أيضا رياح مثيرة للأتربة هذه تقريبا من ناحية الأجواء نتحدث أيضا عن أهمية طيران الأمن والجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع كل قطاعات الأمنية والمساندة والدعم اللوجستي والمركزي من مراكز العمليات يعني خلفي الآن الطائرات الهولوكابتر تشرف على المنشأة وتقدم الدعم وأخذ الحيطة والحذر والدعم الأمني أيضا للحجاج لإتمام حجهم بكل سلامة ويسر وسهولة جميل طبعا عبد الله وأنت في المشهد هل شاهدت حالات ازدحام شديدة تدافع حالة طارئة نعم أنا أتحدث أسامعا خمسة دوار أو خمسة طوابق في منشأة جسر الجمارات أنا كنت متواجد في الطابق الأرضي في ساعة أو شبه ساعة ذروة ربما في فترة ما قبل فترة الظهيرة قرابة الساعة الحادي عشر صباحا نعم كان هناك يسر لمانة أو سامة كان المسيرات أو تفويج الحجاج بشكل ميسر كان هناك ربما بعض حالات العيار لأن الشمس قوية جدا في مشعر منه وفي منطقة مكة المكرمة في هذه الأيام بالتحديد ونحن في فصل الصيف ولكن كان هناك دعم فوري من وزارة الصحة ومن دوريات مصغرة جدا بوجود أطباء وممرضين وممرضات يقومون بعمل الواجب من قبلهم للحجاج يعني أنا شاهدت حالة واحدة لأحد الحجاج كان في حالة عياء تم اتخاذ الإجراءات اللازمة الحج بخير وأتمم نسكه على أكمل وجه بإذن الله زميل عبدالله الراشد من مباشرة من منا يحدثنا عن أحوال الحجيج هناك شكرا على هذا التقرير الجميل ونتمنى إن شاء الله سلامة للحجيج جميعا وأن نعود إلى ديارهم سالمين لغالمين شكرا عبدالله نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لأهالي المنطقة جاء ذلك خلال لقاء سموه رؤساء وقضاة البحاكم وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك وبادل سموه الجميع التهنئة مشيدا بالنجاح المميز الذي تحقق في خدمة الحجيج مؤكدا أن خدمة الحجاج شرف عظيم ومسؤولية كبيرة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء استقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك من كبار المسؤولين في الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين إضافة إلى جمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك وذلك في القاعة الكبرى في مقر الإمارة بالدمام ونوه سموه بنجاح خطط تصعيد الحجاج الذي جاء بفضل الله ثم بفضل الخطط الدقيقة والمحكمة من الجهات العاملة بمتابعة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تهاني ومباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية إلى أهالي منطقة نجران بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جاء ذلك أثناء استقبال سموه المهنئين بعيد الأضحى من القضاة والمشايخ والقادة العسكريين والمدنيين والأهالي حيث نوها بما توليه القيادة من عناية ورعاية بضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين يسانده عضده ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة مكة المكرمة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم المهنئين من أصحاب المعالي والفضيلة القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذين قدموا لسموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة فيما بادلهم سموه التهنئة سائلا الله تعالى أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يتقبل من الحجيج حجهم استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير جموع المهنئين من أصحاب الفضيلة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات ومديرية الإدارات والحكومية والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل وأعضاء مجلسي المنطقة والبلد والمواطنين وبدل سموه الجميع التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا الله تعالى أن يعيده على المملكة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز من منطقة المدينة المنورة اليوم جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الفضيلة المشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة ودعا الجميع الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وأنوه أمير المنطقة بالأعمال المبذولة خلال موسم الحج الأول وما تحقق من نجاحات بفضل الله ثم بتضافر جهود جميع القطاعات والأجهزة الحكومية بالمنطقة مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ المهام وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام استقبل صاحب السمو الملكي لأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم أصحاب الفضيلة والمعالي وعددا من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وأهالي البنطقة الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك وأنوه سموه بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات ساهمت في قضاء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة من حكومة خادم الحرامين الشريفين وسمو ولي العهد وتكاتف وتعاون جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام من ناحية أخرى قام صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية بزيارة معايدة لنزلاء مركز التأهيل الشامل بالمنطقة التقى خلالها بعدد من نزلاء المركز وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك واطلع سمو أمير فيصل بن خالد خلال الزيارة على ما يقدمه المركز من رعاية اجتماعية وخدمات علاجية لذول احتياجات الخاصة مثنيا على جهود القائمين على المركز كما قام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مركز القلب مستشفى عرعر المركزي وقدم الأمير فيصل بن خالد التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا الله تعالى أن يمنى على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمني والخيرات والتقى سموه خلال الزيار بمنسوبي المستشفى وهنأهم بالعيد مقدرا الجهود المبذولة لخدمة المرضى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضي بالنيابة بقصر الحكم اليوم عددا من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين في منطقة الرياض وكبار ضباط القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن العام وحرس الحدود وقوات الأمن الخاصة والدفاع المدني والمرور وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك وقد باد لهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة داعيا الله العلي القدير أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم جموعا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك كما استقبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاء وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقد باد لهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة داعيا الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يمن عليهم بالعودة لأهلهم سالمين صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف وذلك للتصدي للميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن ترك المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا لهذا اليوم وتؤكد قيادة التحالف بأنها ستستخدم القوة العسكرية ضد أي مخالف لذلك وتدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقال وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ السادس من شهر ذي الحجة الجاري وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن داعيا في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوث الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفرق بين أبناء الشعب اليمني الواحد كما تعبر قيادة القوات المشتركة للتحالف عن شكرها للقيادات الوطنية اليمنية التي استجابت لنداء التحالف ومناشدات الشعب اليمني وغلبت البصلحة العليا للشعب اليمني مشاهدين الكرام ما نشرتنا انتهت وهذا تذكرني بعنوينها خادم الحرمون الشريفين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك ويؤكد تكاتف جهود المملكة لخدمة ديوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقب الكبرى وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة جموع المصلين في أنحاء المملكة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة في أمانينا اشتركوا في القناة